3 سنوات الأولى هنه أهم 3 سنوات لأنه الدماغ الطفل فيهن بتكون وبتطور ودماغ الطفل هو مش بس مسؤول عن كل النمو الصحي والجسماني والعقلي وإنما كمان النفسي فكثير الميات بيفكروا أنه حاجة الطفل بالسنوات الأولى أو السنة الأولى تحديدا هي أنه الولد يوكل ينام هذا جزء مهم أنه الولد يكون ماخد احتياجاته جسمانية لكن الطفل هو كمان بحس وما بالك بالسنة الثانية والسنة الثالثة اللي الولد بيبدأ أكتر وأكتر يتطور وبيبدأ أكتر يفهم شو داير حواليه وأهم إشي للطفل هو الشعور بالأمان كثير مرات القيم بتفكر أنه إذا هي عندها إشي مقلئها ما قلوش علاقة بالطفل اللي موجود معها ولكن الطفل بحس بعرفش مش دايما عنده أجوبة مش فاهم بالصورة تحديدا بس الأم بتمرق لإبنها التوتر الضغط أي إشي بتشعر هي فيه موسيقى